كشفت الهيئة العامة للطيران المدني ملابسات ارتفاع اسعار مواقف السيارات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من ثلاث ريالات إلى عشر ريالات وذكر بيان الهيئة أن التسعيرة الجديدة تعتمد على دراسة الظروف لكل مطار من حيث عمر المطار والتكاليف الإنشائية والتشغيلية للمطار ومستوى الخدمات وأضافة أن الأسعار الجديدة استندت إلى تفعيل دور التقنية وتنفيذ مواقف قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل شكرا